كان ختامها غموضا وترقبا تطوي أستان السابعة عشر جدول أعمالها ترحل الملفات والنقاشات إلى أستان الثامنة عشر ولكن قبل الترحيل هذا تقول المعارضة إنها توصلت إلى نقاط حاسمة لكن هذا الحسم لم يبين للعلن في أي ملف وفي أي باب من أبواب أستان الكثيرة فعلى وقع برودة التقصف العاصمة الكزاخية نور سلطان أوقدت النيران على يد الضوال الضامنة روسيا وتركيا وإيران ودشنت مباحثات باردة بين المعارضة والنظام عنوينها العريضة بحث ملف المعتقلين ودعم اللجنة الدستورية تنتهي هذه المباحثات والنتائج على الأرض لم تتغير رئيس وفض المعارضة إلى أستان أحمد طعمة يقول إن الجولة كانت معقولة وإنهم طرحوا وجهة نظرهم وتلقوا بعض الوعود دون أن يتطرق إليها لكن ماذا عن المعتقلين والمغيبين والمفقودين وإن قبور من قتلهم النظام المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا الإسكندر لافرنتيف قال إن المباحثات كانت مثمرة لكنه لم يقل ما هي الثمرة ومن المستفيد منها فبعد 17 جولة من مباحثات لم تقدم ولم تؤخر كما يقول كثيرون تم الاتفاق في نهايتها على أن يكون اللقاء التالي من مسار أستانا في تموز المقبل في العاصمة الإيرانية طهران فما الذي جنته المعارضة من الجولة السابعة عشر وأي وعود تلقتها ترجمة نانسي قنقر